بسم الله الرحمن الرحيم قصة النهاردة أنه هو في حد ممكن يعترض على ربنا سبحانه وتعالى أو يحتج يوم القيامة إيه قصة غريبة دي؟ آه في حد ممكن يحتج على ربنا سبحانه وتعالى هو يعني يعارض كما جاء أنت أحمد بن حبان النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعة يحتجون يوم القيامة أحمق وأصم وهرم ورجل مات في الفترة فالأحمق يقول يا رب جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر روث الحيوانات ده الأحمق الأصم جاء الإسلام يقول رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الهرم يقول رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ عليهم مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما إيه قصة الأربعة دولي صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأول أحمق يعني رجل في عقله شيئا ربما جنون أو غيره هو لا يعقل شيئا حتى هو يوم القيامة يقول لربنا يا رب جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر بيرموني بالطوب بيحذفوني أنا مش مودرك ففعلا في الدنيا بنشوف بعض الصبيان وبعض السفهاء ربما يحذفون أو يرمون أو يلقون شيئا على هذا الرجل الذي بعقله شيء فهذا هو الأحمق والثاني رجل أصم أصم يعني لا يسمع شيئا في أذنه صمم فهو لا يسمع شيئا هو يرى أنه له حجة ثم يأتي الثالث الرجل الهرم ربما عنده سبعين سنة ثمانين سنة فأصيب بمرض الشيخوخة بخرف بضعف في كباره وربنا سبحانه وتعالى عبر عن هؤلاء من الضعفاء في القرآن الكريم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة بل إنسان بمر بمرحلة ضعف ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من هذا قال ومن يعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر الأمراض التي تصيب الإنسان في كبره شيخوخة زهاي مرنسيان ضعف خرف أي حال كانت عائقا لهذا الرجل الذي طعن في السن رجل أحمق رجل أصم رجل هرم ثم الرجل الذي مات في الفترة أي لم يدرك نبيا ما جاءه رسول والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَهُ الفترة التي كانت بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة هذه تسمى بفترة الفترة الذي بعد عيسى والتي كانت قبل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات في هذه الفترة يعتبر ويعد من أهل الفترة وفيهم قال الله وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ هؤلاء الأربعة ماذا قال العلماء عنهم وما حالهم في الآخرة بعضهم توقف قالوا من يقدرش نقول فيهم هم في الجنة ولا في النار والبعض قال هم من أهل الجنة وبعض العلماء قال هم من أهل النار والبعض أخذ بظاهر الحديث أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار وهذا هو ما عليه جمهور أهل السنة ما هو يقول لك فيأخذ مواثيقهم ليطيعن فيرسلوا إليهم رسولا أن يدخلوا النار فوالله لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلام ليه لأنهم أطاعوا الرسول يقول لك وهل في الجنة تكليف أو أعمال أو امتحان أو ابتلاء نقول بعد دخول الجنة أو النار لا تكليف ولا امتحان ولا ابتلاء لكن هذا يكون قبل الجنة والنار يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لا يا واضحة يكشف عن ساق ويدعون ما يدعون إلى السجود دمتحان وابتلاء فالعلماء أخذوا من هذا أن هؤلاء الأربعة يمتحنون في عرصات يوم قيامة قبل الجنة أو النار إن أطاعوا دخل الجنة وإن عصوا دخلوا النار ليه عشان يبقى زي زي غيروا حتى تقام علي الحجة ولذلك حتى يقول لك فيرسلوا إليهم رسولا أن يدخلوا النار فإن أطاعوا ويسمع كلاب الرسول ستكون عليهم بردا وسلاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة الأحمق والأصم والهرم والذي مات في الفترة أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة وبركاته